التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بعدد من جاليات المصريين في الخارج عبر تقنية الفيديو كونفرنس في بداية اللقاء أكد رئيس الحملة أن المصريين في الخارج هم بؤرة اهتمام الدولة وأن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يؤكد دائما على هذا الاهتمام من خلال العديد من الإنجازات التي حققها في هذا الملف ومن بينها مبادرة الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج وإنشاء وزارة الدولة للمصريين في الخارج مشيدا بدورهم في العمل على توعية المواطنين المصريين في الخارج بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة من جانبهم عبر المشاركون عن سعادتهم بهذا اللقاء وقدموا الشكر لرئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي للرد على جميع أسئلتهم واستفساراتهم والتي تخص ملف المصريين في الخارج مشيدين بما حققته الدولة خلال التسع سنوات الماضية ليس فقط في ملف المصريين في الخارج وإنما في جميع ملفات والقطاعات مؤكدين على المشاركة في الانتخابات القادمة لأنها واجب وطني